سورة واحدة في كتاب الله عز وجل تعدل ثلث القرآن لأنها بالله معرفة وأوجبت محبة الله لمن يتلوها ومن يكثر قراءتها كما جاء في قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه وكان كل ما انتهت قراءته في الركعة يعني يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين وبعد ذلك يقرأ ما تيسل من القرآن ولما يختم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد فكان يختم القراءة في كل ركعة بسرة الإخلاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل فلما أخبر قال لهم صلى الله عليه وسلم سأله لما يصنع هذا ليش يسوي كذا فقالوا له لما تصنع ذلك قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بجوابه أعلموه أن الله يحبه لأنه أحب صفاته